يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا اليوم لمناقشة الأوضاع في أوكرانيا والعراق العقوبات الأوروبية على روسيا وتبعات الحظر الاقتصادي الذي فرضته حكومة موسكو على بعض الصادرات الأوروبية ستكون على رأس جدول أعمال هذا اليوم المفاوضية الأوروبية وعدت أمس باتخاذ تدابير لمساعدة المنتجين الأوروبيين المتضررين من الحظر الروسي على الفواكه والخضروات الأوروبية القابلة للتلف فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجاري يقول اتفق مع رئيس الوزراء السلوفاكي السيد فيكو بأن العقوبات الغربية على روسيا والإجراءات التي ترد بها روسيا بالمقابل تعود بالضرر علينا أولا في السياسة نقول إننا كمن يطلق النار على ساقه في تلك المقابلة رئيس الوزراء المجاري أعرب عن رغبته بإيجاد شركاء له بين صناع القرار الأوروبيين لتغيير سياسة العقوبات الأوروبية تلك رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو والرئيس تشيكي ميلس زيمن ذهب في نفس الاتجاه منتقدين العقوبات الأوروبية ضد روسيا كوسيلة غير فعالة في إيجاد حل مع موسكو 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 موسكو